اهلا بحضراتكم بعد ما شوفنا التقرير البسيط اللي حمد يوم للنسيات الدكتور كمال درويش دكتور كمال اهلا بحضرتك اهلا وسهلا كبير صحيح اخبر في رياضة بتمرس رياضة ولا يعني الى حد ما ماشي ولا جيمة ماشي بتعمل لك كم كيلو في اليوم كذا هو طبعا غوصلش للمفروض يحصل لكن المهم من الواحد ممارسة يعني لازم بيبقى فيه دوام يعني ممكن شوية حسب بقى الكفاء اللي موجودة في اليوم لا ربنا اديك الصحة والعافية يعني بيبقى فيه شغل طبعا شغل طبعا بيقتر الله بالمكتب وكذا لكن فيه كثير من اللي حيان بيبقى فيه فرصة بردول للحركة ربنا اديك العمر بالصحة دكتور كمال انا عارف اندي عندك حكايات وروايات كتيرة قوي وفي نفس الوقت هي قصص واكيد كل سادة المشاهدين سواء جماهير الاهل او جماهير الزمالك او كل جماهير مصر عاوزة تعرف القصص والحاجات دي كلها انا لما ببدأ هنا برناميجنا انت اتولدت فين يا دكتور انا اتولدت في بورسعيد فين في بورسعيد في بورسعيد اه زي ما كان ومزان يعني بيطلق عليها بعد حرب ستة وخمسين ايوا بورسعيد البلسلة بورسعيد البلسلة مارست الرياضة اه طبعا من كم سنة مارست الرياضة في المدرسة احنا طبعا الاندية كانت كان شريس تقريبا مفيش غير النادي المصري اه وكان يا دوبك ملعب كورا ديق كده امام مدرسة الصناعية على السنوية فكان وفيه بقى نادي رمسيس في بسكتبول ونادي بورسعيد فيه كان بسكتبول برضو ونادي المريخ ونادي بورفؤاد تابع قناة السويس طبعا برضو كان كورا يعني كان موظم كورا وبسكت يعني انت بدأت كورا ولا بسكت لا احنا بدأنا كورا وبسكت ما كاملتش ليه في الكورا دكتور والله شوف كابتر مصطفى انا حتى ما رحت لبأسة في المانيا كان سنة كام سنة سبع عشر اوائل سبع وستكتين سبع وستكتين بالضبط سنة 1967 فما رحت كنت راح للمصر كان هندبول هندبول فهم هناك في المانيا ساعتها كان الالمانيا الشرقية بيعمله ثلاثة ايام للهيئة كلها تمارس الرياضة كرار من اول رئيس الجمهورية ياه اه فكان طبعا في صالة ضخمة جدا انت عارف بيبقى الشتاء طبعا في تال اتلو وكده كانوا متقدمين كلهم في الكتلة الشرقية دي بزايا اه طبعا في الرياضة كانوا مهم ما معترف فين في الرياضة اه معترف بيهم في الرياضة قبل السياسة دي حقيقة ايام كانوا حتى التالت على الولمبياد وهو عدد السكان كان 17 مليون بالزبط كده فاحنا كان ارنس هالا دي بينزل في الصاف والاسبرانت اللي هم بالدراسات العليا يلعبوا كورة فانا كنت بيلعب كورة تلعب كورة انا طبعا بقى جيت كورة نسميها احنا في السعيد كورة كياس دي زكاوتش دي كورة تينس اه الصغيرة دي الصغيرة دي الصغيرة دي دي تعمل قل حرفانة كورة فطبعا المشرف كان معنا ناس بتوع كورة كان استاذنا دكتور حانف ومختار طبعا طبعا وكان هو كورة فانا كنت هاندوولت فكنت ألعب معهم كورة فجالي الراجل كلي مش كان ساعتها اللي هو المشرف على الدكتور حانف ومختار فقال ماني قال لي انت ليه رايح الهندبول؟ رايح لكور قلت له ايو بس انا في الهندبول يعني وصلت المستوى عالي قلت منتخب مصر كنت صغير في السنة كنت لسه يعني داخل المنتخب وان جات البعثة فانا لعبت هناك هندبول كمان في ألمانيا اه لعبت وبعد ما خلصت لمصر يعني طبعا 24 كان 26 تقريبا بتديت ادرب لان كان بقى الدكتوراه ومحتاج وقت اطول في المذاكرة طبعا باللغة الالمانية وكده طيب انا بقى ما هبدأ اقول الدكتور كمان درويش انت كنت بتنزل مع اصدقائك بتلعبوا في الشارع كورة وكلام ده كله مركز شباب ولا في الشارع وكان في الشارع كان ليك فرقة؟ اه طبعا كان ليك فرقة بتلفوا بقى الاحياء الاحياء بضبوط كان سنك تقريبا اول منزلت ولعبت كورة كان امتى؟ انا في حدود 13 سنة 14 سنة انا جسمي كده من 14 سنة ما شاء الله ما شاء الله يعني كان الجسم مئنمي شوي طيب دلوقتي احنا زمان اما كنا ننزل لعب كورة في الشارع كان الاسرة يقولك ايه ما تلعبش لما تبقى متفوق في المدرسة ونشوف الشهادة بتاعتك وكلام ده هل الاسرة عند حضرتك كانت مساعدك انك تنزل وتلعب في الشارع لا كان يقولك العلم الاول وبعدين الرياضة طبعا لا انا كنت بزوق بتزوق اه اه كان يعني مش موافقين وبعدين لما لقوا بقى ان انا مستمر في الرياضة خلاص بقى قالوا خلاص وانا على فكرة ما قدمتش على حاجة تانية غير مع التربية الرياضية مع التربية الرياضية ما فكرتش في حاجة تانية عشان بتحب الرياضة بحب الرياضة وكان المدرسين بتوعنا اللي موجودين مدرس تربية الرياضية هم بعد كده انتقلوا معانا للكلية اه يعني واقولك الاسماعي اه طبع يعني زي مثلا استاذنا الدكتور علاوي يا سلام يا سلام الدكتور علاوي رحمة الله عليه طبعا طبعا الاستاذ مونير جيرجس طب تفكرني بقى شوف انت قمتين اه كانوا في برساعيدي السنوية فحنا اي سنتها بقى دخل من بتوع السنوية العامة دخلنا بتاع حوالي ستين واحد تقول لا التربية الرياضية تربية الرياضية تربية الرياضية لان كلنا كنا اخدين بطولات الجمهورية مع العمالقة دول دربوا الفرق طبعا فرق المدرسة برساعي السنوية وكسبنا طبعا بقى الخدوية كان ساعتها والساعدية كانت فرق تقيلة كان فيها كل اللجوم مصر والتوفقية اه وخليل اغا يعني كان اله كان دي مدارس فيها ملاعب طبعا لا كان فيها كلها وصعي السنوية كان فيها جنبها استاد ملعب ما زال موجود يعني انت دخلت تربية الرياضية اجبار ولا اقول لي عشان المجموع ولا دمزاجة كده لا لا عشان عاوز متمثل في الشخصيات دول دول كنت متفوق وانت صغير في الدراسة اه يعني كنت متفوق اوي ولا كنت لا مش متفوق اوي اه يعني كان الرياضة مؤثر شوية على المذاكرة بعد كانوا في البيت يعني زرانين يعني اه لما دخلت كنت تربية دي لا لما دخلت قالوا خلاص بقى انت خطرت اللرسة انت دخلت ده ورينا بقى الرياضة فعلا تنفع ولا بقى اه فانا كان نفسي بقى يعني كانوا يكملوا معانا هالينة شوية عشان يعطل من الرياضة ربنا يرحمهم ويعسن اليهم وما حاسين بكل حاجة اه طبعا 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 دكتور كمال لما دخلت كلية تربية رياضية انت كنت في السنوية العامة الاول وكنت بتمارس كورة القدم انتوا برا ولا في بورسعيد كنت بتمارس في المدرسة كان بداية الهاندبول الهاندبول في بورسعيد اه وكنت بلعب بسكت وكورة على فكرة طبعا الكورة الجامد جدا اه يعني زي زي عدل الجزار ياسر رحمة ياسر زي الليوي ها طبعا زي شهين محمد شهين ها يعني دول اللي كانوا في المدرسة ده كان نجوم نادي المصري دول ايه بالزبط ها وعلى فكرة الاندية كانت بتاخد اللعبة من المدارس لان ما كانش فيه بقى ناشئين ولا قطاع ده ولا قطاعات بقى لا 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 ما خيش في الكلام ده اكاديميات الكلام اللي طلق بعد كده وانت صغير انتمائك وانا عرفت هتقول لي انتمائك والتصغير كان بتحب نادي ايه الزمالك زمالك ليه حبيت نادي الزمالك عشان كان ساعة ما كان عبود باشر رئيس للنادي الاهلي خد السيد الدزوي من نادي المصري من نادي المصري اه فكان فيه بقى ساعتها يعني ازاي النجم بتاع بورسعيد بورسعيد يروح الاهلي يروح الاهلي نا طبعا فدي بقى دي حسد بنفسك شوية صحيح اه في نفس البورسعيدية اه كل اه طبعا وبعدين كمان النادي زمالك عمل حاجة كويسة جدا خلت الاسماعيلية والبورسعيدية ينتموا لي ايام 56 وايام 67 في الهجرة احتضنوا الاندية دي فكانوا بيتمرنوا عندهم وده سبب كبير اوه من اسباب الانتماء للنادي الزمالك ما فيه جزئية هنا في دي يا دكتور كمال برضو حضرها كويسة ان انتم موجودوا تكلمنا فيها ان اسماعيل اسماعيلوية وبورسعيد ممكن فيهم ناس اعترفه او انت الكلام ده اللي انت حضرك بتقوله ده طبعا موسق انما كان فيه ناس بتقولك ايه النادي ايه كمان كان فاتح بابه للاسماعيلية والبورسعيد والخطق انا كله منه اه هو يعني بعد كده طبعا حصل لعيبة كتير برضو اتنقلت وكان انت عارب في المناطق دي كن عشان الكرة الكياس دي ما هي ديه بتزود الحرفانة هي هي ديه بتزود المهارة اه طبعا فكانوا مهاريا على مستوى عالي اه وبعد كده محمد بدول يعني بعد الضزل محمد بدول الله يرحمه وكان فيه الله يرحمه كابتن ريدا كمان من الاسماعيل كابتن الريدا لا ريدا مقدروش الريدا كان تمسك من الاسماعيل اه وبعدين طبعا توفى بدري هو بيلعب فكان يعني فسارة كبيرة جدا لقيت نفسك في كرة اليد تمام اول ما دخلت كلية تربية ريضية دخلت